نظمت المئات من طالبات وخارجات العاصمة بغداد تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير تنديدا بحالات القمع المتواصلة في عموم البلاد المتظاهرات في بغداد استنكرنا عمليات القتل التي يتعرض لها المتظاهرون المطالبون بالإصلاح على يد أصحاب القباعة الزرق والفصائل المندسة معهم طلبنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها العراقيون على يد أحزاب السلطة هذا وحملت المتظاهرات رئاسات الثلاث مسؤولية استمرار نزيف الدم العراقي وطالبنا بحل البرلمان على خلفية صمته المطبق تجاه الجرائم المتواصلة بحق الشعب المطالب بالحقوق الدستورية